تحية أطرة إذا المداخل الجديد بعنيون التكيف بيولوجي في الأزابات البيئية المتراكمة وقدم التكيف بيولوجي هو أي خصائص هيكلية مورفولوجية أو تشرحية أو فيزيولوجية أو سلوكية لكائن ومجموعة من الكائنات الحية مثل الأنواع تجعله أكثر ملائمة لبيئته وبالتالي يحسن فرصه في البقاء والنجاح الإنجابي بسبب لدون المظهرية الفردية التبايد سيكون الأفراد أكثر أو أقل نجاحا قد تؤدي بعض التكيفات إلى تحسين النجاح الإنجابي للسكان ولكن ليس فرد المعين كما يظهر في السلوك الإثاري في الحشرات الاجتماعية الكائنات الحية التي تتكيف مع بيئتها قادرة على تأمين الغذاء والماء والمغذيات العصول على الهواء والدفء والمسافات التعاون مع الظروف الفيزيائية مثل درجة الحرارة والضوء والحرارة يدافعون عن أنفسهم من هذه الكائنات الحية تدافع عن نفسها من أعداء الطبيعيين تكاثر والنسل الخلفي الاستجابة للتغيرات من حولها يحدث التكيف استجابة للتغيرات في البيئة أو أسلوب الحياة أو العلاقة مع الكائنات الحية الأخرى قد تضع الديناميكية البيئية والتغيير التوعي أو الإجباري للمؤل والأنشطة البشرية لكائنات الحية في مكانة جديدة أو في ضغوط بيئية في مثل هذه الظروف تتطلب الكائنات الحية خصائص مناسبة للوضع الجديد إن الكائنات الحية التي لا تتكيف بشكل مناسب مع بيئتها إما أن تنتقل من موتينها أو تموت المصلاح يموت في سياق التكيف يعني أن معدل الوافعيات على مزموعة سكان من النوع يتجاوز معدل الموليد لفترة طويلة بما يكفي لتختفي الأنواع في حين توفر التكيفات الغرض الفردي لكائنا الحية البقاء والتكاثر التطوير السيانة هذه الخصائص نفسها توفر التنوع وتضيف إلى افتتان الإنسان بالطبيعة والتمتع به على ذلك بينما ينظر إلى عمليات التكيف غالبا على أنها مجموعة ثابتة من الخصائص المناسبة فإن عملية تطوير عملية التكيف في الواقع هي عملية ديناميكية سواء تم تصورها على أنها نتاج التصميم أو الانتقاء الطبيعي أو يعني على مستوى التطور الجزئي والتصميم للتغيرات التطورية الكبرى فإن الحقيقة هي أن التكيفات الجديدة مطلوبة عندما تواجه الكائنات بيئات جديدة وقد نشأ هذا لملايين السنين في بعض الظروف القاسمة أن يتم اختيار التكيف السابق بشكل سيء والميزة التي يمنعها على مدى الأجيال تتنقص بما في ذلك التكيف لتصبح عقل أمام بقاء النوع على المدى الطويل يعرف هذا باسم سوء التكيف هناك فرق كبير بين التكيف وتأقلب وتحدث عملية تطوير تكيفات على الأجيال العديدة إنها ظاهرة سكانية تنطوع على علم الوراثة وهي بشكل عام عملية بطيئة من ناحية أخرى يحدث التأقلب بشكل عام أو التكيف بشكل عام خلال عمر واحد أو على الفور ويتعامل مع المشكلات الأقل تهديدا على سبيل المثال إذا انتقل الإنسان إلى ارتفاع أعلى فسيصبح التنفس والجهد البدني مشكلة ومع ذلك بعد قضاء فترة من الوقت في الظروف الارتفاع المرأة قد يتأخرم المرأة مع الضغط المنخفض وهي قد يعمل فيزيولوجيا الشخص بشكل طبيعي ولن يتم ملاحظة التغيير بعد الآن أنواع التكيف يمكن أن تكون التكيفات هيكلية أو فيزيولوجية أو سلوكية التكيفات الهيكلية هي أجزاء خاصة من جسم الكائن الحي تساعده على البقاء في بيئاته الطبيعية على سبيل المثال لون الجلد للشكل غطاء الجسم تكيفات الفيزيولوجية هي أنظمة موجودة في الكائن الحي تسمح لهو بإجراء تفعلات كيميائية حيوية معينة على سبيل المثال صنع السم وأفرز الوحي اللي هو القدرة على الحفاظ على درجة حضارة ثابتة للجسم تكيفات السلوكية هي تاريخ خاصة يتصرف بها كائن حي للبقاء على قائد الحياة في بيئاته الطبيعية على سبيل المثال أن يصبح ناشطة في الليل ويتخذ وضعية معينة السندة إلى الموائل التي تطور الكائنة الحياة تكيفاتها يمكن تصنيف التكيفات إلى ثلاث أنواع أساسية وهي المائية والأرضية والجوية الطيران ويمكن تقسيم كل منها إلى عدد أنواع فرعية التكيف المائي توجد تكيفات المائية في تلك النباتات والحيونات التي تعيش في موائل المياه المياه العذبة والمياه قليلة الملوعة والمياه البح على سبيل المثال تطور كائنة الحياة في المياه العذبة ميزات لمنع دخول المياه الزائدة أو عمليات تصريف المياه الزائدة بانتظام العكس من ذلك تواجه كائنات البحرية الندرة في المياه بسبب فرط التوتر تركيز الملح أعلى من تركيز سوائل الجسم لذلك لديها آليات للاحتفاظ بالمياه وإفراز الأملح الزائدة التي تدخل في امتصاص الماء قد تكون نباتات المائية نباتات ناشئة متجذرة مثل قصب أو نباتات مغمورة الجذور على سبيل المثال الديريلا أو العوالق مثل الدياتومات أو نباتات عائمة على سبيل المثال صفير الماء وبالمثل قد تكون الحيوانات المائية قاعية وتوجد في قاع المسطح المائي أو في أعماق البحر وتوجد في المسطح المائي نفسها قد تعيش الحيوانات جزئين أو دائما في الماء وبالتالي قد تتراوح من غير المختصين إلى سكان المياه المختصين للغاية لا تظهر الحيوانات المائية بشكل أساسي مثل أسماك ميزة أرضية واحدة في حين أن الحيوانات المائية الثانوية الحيتين والدلفين تمتلك تنفسا أرضية من خلال الرئتين يجب على البعض زيارة الأرض لوضع البيض مثل السلحفات تظهر الحيوانات التي تعيش في الماء جزئين تخييفات برمائية ذات ميزات مزدوجة لكل من الأرض والمياه عسب المثال الضفادع والسمندل أو في الغالب ميزات أرضية وبعض التعديلات المائية الأساسية فقط على سبيل مثل البط بعض التكييفات المائية المميزة هي محيط الجسم على شكل مغزل وإنسيابي لهذا يكون الرأس مندودا إلى منبر أو هيكل مشابه والرقبة قصيرة والأذان الخارجية سيوان مقلصة والذيل مضغوط جانبا أو ظهريا بطنيا تفو الماء المالح تختلف عضاء الحركة والتوازن تختلف كبيرا بين الحيوانات المائية وتستخدم الأسماك الزعانف المزدوج وغيرها الزوجية ويتم تعديل أطراف الحيتين وسلاحف إلى مجاديف وبعض الأنواع الأخرى تكون الأيدي أو الأقدام مكشوفة الجلد في معظم أشكال الحياة الحياة المادية غنية بالغدد المخطية اللي جعله زليقا كما تم تجهيز الأسماك بمقييز جلدية تم تلك الثاديات المائية نقصا في الشعر والغدد الجلدية الغدد الدهنية والعرقية أو غيابيهما في المقابل لديها طبقة دهنية تحت الجلد تعرف باسم الفقعات إلى جانب عزل الجسم فهي تسعر أيضا في التعويم إن الحيوات المائية في الأساس قادرة على سختم الأكسجين المذاب في الماء للتنفس من خلال سطح الجسم العاء أو الخياشيم الداخلي أو الخارجي ومائي لذيب ومع ذلك فإن الأشكال المائية الثانوية تتنفس هواء غيلة في الجو من خلال رئتين وتقع الخياشيم في قمة الرأس في الأسماك يعلو نطوء المجوف للقناة الهضمية والذي يتلق عليه اسم المثاني الهوائي كعضو تعويم وعضو تنفسي إضافي هذا تمتلك بالهواء في الحيثين والثاديات الأخرى تخدم رئتين من هائلتين بشكل غير عادي وفتحات الأنف القابلة للغلق هذا الغرض تمتلك الأسماك أنظمة خطوط جانبية تمتد على طول الجسم بالكامل يحتوي على أعضاء عصبية تعمل كمستقبلات للضغط الآن بعد التكيف الماء التكيف الأرضي تظهر التكيف الأرضية من قبل النباتات والحيونات التي تعيش في موائل الأرض نظر أنه يوجد أنواع متنوعة من موائل الأرض فعنا عملية التكيف التي تظهر تظهرها الكائنة الحي هي أيضا من أنواع متنوعة أولا التكيف الأحفوري ويحدث هذا التكيف الحيونات التي تقود نمط حيات تحت الأرض وهي مجهزة بأجهزة تحفر وتحفر بحث عن الطعام أو الحماية أو المأوى من الناحية الحيوانية تميل إلى أن تكون بدائية ومعزولة السمات التكيفية هي محيط الجسم استواني الشكل أو مغزلي الشكل مثل ديدان الأرض والشامات والغرير وذلك لتقليل المقاومة في المرور الجوفي رأس صغيرة ومستدق من الأمام ليشكل أنفا مختبئا يتم تقليل الرقبة والسيوان لتفادي الإنسداد في الحركة السريعة من خلال الثقوب في بعض الحالات يتم تقسير الزيل أيضا تظل العيوم صغيرة وغير وظيفية الأطراف قصيرة وقوية الكفوف عريضة وقوية ولا مخالب طويلة بعض الهيكل إذا فيه للحفر خاصة يتم تعديل الأرجل الأمامي إلى أعضاء حفر التكيف السريعة هذا هو التكيف الذي ينتوي على الجري وهو مطلوب قبل تلك الكائنة الحية التي تعيش في موائل الأراضي العصبية حيث أن عدم وجود أماكن من الاختباء يعني أن الجري السريع هو وسيلة مهمة للحماية من الأعداء هناك تظهر الخيور الحمير البحشية والغزلين وما إلى ذلك هذا التكيف مع التعديلات التالية يتم تقليل الرقبة والجسم بشكل إنسيابي مما يقلل مقاومة الهواء أثناء الجري تصبح عظام الراحتين الرسغين المشط والنعر رسغ المشط مضغوطة وغالب ما تلتحمل تشكيل عظم الكنسي يتم تقليل عظم الساعة عظم الزند وشضية عظم الساق يتم استطالة الأجزاء البعيدة من كلا الطرفين مثل نصف القدر والساق وعظام الكنسي لزيادة طول الخطوة تقتصر حركة الأطراف على الطائرة الأمامية والخلفية التكيف الشجري يعرف هذا أيضا باسم التكيف بالمسح الضوئي ويوجد في الحيونات التي تعيش في الأشجار أو تتسلق الصخور والجدران الميزات التي تمكنها أن تكون الأنسب في الموتن هي الصدر والمشدات والذلوع والأطراف القوية يعني تصبح الأقدام واليدين قابلين للأمسك بشيء استياد بأرقام معاكسة على سبيل المثال الرئيسيات والجرابيات في بعض الأحنين يتم تجميع الأرقام على شكل ثلاثة أرقام ورقمين في متلازمة الأصابة على سبيل المثال الحربة لتسهيل تشبث يمتلك البعض مخالب مستطيلة مثل السناجب بينما يحمل البعض الآخر هو سدات لاسقة مستديرة عند طرف الأصابة على سبيل المثال ذفدع الشجر في سحلية الجدار توجد مصفوفة مزدوجة من الصفاحة في الجانب البطني من الأرقام لخلق فراق للتشبث يتيح ذلك الحيوانات التحارك حتى على الأسطحة الرأسية الملساة غير مما يصبح الذهيل قابل للأمسك أيضا على سبيل المثال الحربة والقروض الآن نأتي إلى التكيف الصحراء التكيف مع الصحراء تكيفات صحروية لأسلوب الحياة في المواقع الأرضية المتطرفة قصوية تظهر نباتات الصحروية والحيوانات تكيفات لثلاث تحديات الحصول على الرطوب والحفاظ على الرطوب والدفاع النفس من العوامل الحيوية للحديث من هذه التكيفات هي فقط فيزيولوجية وسلوكية تتبنى النباتات والحيوانات المختلفة آليات مختلفة للحصول على كميات كافية من الماء صحلية الرمل والذفدع المقرن لهم جلد رطوب لامتساس الرطوبة مثل الورق من الشافة حتى من الهواء غير المصبع يفي جرذ الكونغر باحتياجات المائية من التوليف الأيذي يلبي الآخرون احتياجاتهم من المياه من خلال الطعام الذي يستهلكونه تمنع الحيوانات الصحروية فقدان الماء من أجسامها على طريق تقليل مساحة السطح مما يجعل الجلد غير نافذ من خلال سمكته وتصلوبه وكذلك من خلال وجود قشور وأشواك الورمى الحجري مما يقالل من عدد الغداد العراقية في الثديات ويتجنب حرارة النهار بالبحث عن ذيلال الصخور والنشاط ليلا وإخراج النفايات على شكل حبيبات صلبة جافة بعض الحيوانات الصحراء تخزن الماء في أجسامها وتستخدمها اقتصاديا يخزن الجمل للماء في الأنزجة في جميع أنعاء الجسم في حين أن سحلية الصحراء تخزنها في الأمعاء الغليدة بسبب الرميل والغبار في الهواف أن الأذنين والعينين والأنف محمية بوسط الأصمامات والمقييس والأطرف والجفون أو عن طريق تقليص حجمها يملك البعض الآخر سيوانا كبيرا لتعمل كمشاعات حرارية فعالة دون الحاجة إلى فقد الرتوبة يسمح تنوين وسلوك الحيوانات بالتناغم مع محيط الصحراء على سبيل المثال الورم العميد الملون والرم للخشين عند اكتشاف تهديدات يحفر في الرميل لتمس محيط الجسم والتناسق في الخلفية هيزد سم لدفاع عن النفس وتقريبا جميع أفاع الصحراء والعناكم سامة التكاين في الوقاء الآن يعني يتم تحقيق الحماية من معنى الأعداء والحيون المفترسة وحتى الأخطاء من خلال استخدام الأجهزة والآليات الورقائية مثل الأسطح الزلقة والأبواق والعمود الفقري والرواح الكريه مثل الزبابة والسموم والأصداف الصلبة والقطاع الذاتي القطع الذاتي للذيل على سبيل المثال سحلية الجدار أو عن طريق استخدام التلوين مع المواقف السلوكية تستخدم الألوان لأغراض مختلفة التلوين الخفية أو تمويل هو لجعل الحيوانات غير مرئية وغير واضحة عن البيئة وعن طريق الاستيعاب مع الخلفية وعن طريق تفكيك محيط الجسم قد تكون الحيوانات التي تعيش في ظروف ثلجية بيضاء قد تكون حيوانات الغابات مخططة أو مرقطة قد تكون الحيوانات صحروية ذات لون رملي تحتوي الحرباء على عدد طبقات وأنواع من الكروماتوفورات التي تمكنها من تغيير ألوانها وفقا لللون المحيط إن التلوين المتشابه إلى جانب سمات المورفولوجية والمواقف السلوكية يجعل الحيوانات تشبه تماما كائنات البيئة غير المثيرة للإهتمام وبالتالي تستمد الحماية وبعض الأمثلة هي الحشرات اللاسقة الحشرات الأوراق الفيليوم وغيرها كما يهدف التلوين التحذيري إلى تجنب المواجهة الخاطئة للحيوانات الخطيرة بشكل نعم أو مواجهة الكائنات الحية غير المستساغة من قبل الحيوانات المفترسة تحمل حيوانات هذا التلوين للإعلان عن كونها خطيرة أو غير المستساغة وحش جيلا هيلو ديرما السحلية السامة الوحيدة المعروفة لها شراءة سوداء زاهية وبنية صفراء وبرتقالية تمتلك معظم الثعابين السامة تلوينا تحذيرين النحد والدبابير يحذرون الآخرين من لسعاتهم كما يعرف التقليد بأنه تقليد كأنحي بغرض الإخفاء أو الحماية أو مزايا أخرى يطلق على الأنواع التي تقلت اسم التقليد والنوع الذي يتم نسخة نموذجا اعتماد على أغراض التقليد يمكن أن تكون وقائية أو عدوانية التقليد الوقائي هو محاكاة وقائية بواسطة أنواع غير ظارة من حيث الشكل والمظر واللون وسلوك أنواع أخرى غير مستساغة أو خطيرة أسيب المثال بعض الذباب غير المؤذي بزوج من الأجنحة قد يحاكي أربع نحل مجنح أو دبابير معروفة جيدا بأنها حشرة خطيرة وبالتالي تستمد العماية هذا هو التقليد الباتيسي إذا كان هناك نوعان لهم نفس لون التحذير وأعلن بشكل متبادع عن خطورتهم أو عدم استساغتهم لجعل الحيونات المفترسة تتعلم تجنب كلاهما فإن هذا يسمى التقليد المولي إيران تستخدم الحيونات المفترسة لمحاكات العدوانية هنا يحاكي المفترسة الكائنة الحية الذي تفضيله فريسيته ليستاد الأخي عسب المثال تشبه السحلية الأفريقية زهرة أو قد يشبه العنكبوت زهرة السحلية وهكذا دواليك نأتي إلى التكيف الهائل وشير إير اسم التكيف المتضخم إلى التكيفات في أولئك الذين دائم نمط حيات تم تضمين التعديلات التي تساعد كائنات الحية على الحفاظ على أجسام مدافعها في الهواء قد يكون من أجل الطيران الشراعي السلبي أو طيران الحقيق النشط الإنزلاق السلبي لا تتضمن هذه الأنواع من الحركات أي دفع بخلاف القوة الأولية للقبز وقوة الجاذبية يتميز بالقبز أو القبز من نقطة عالية والضغط من قبل بعض الأعضاء الحامل للإنزلاق المساوية الصفلية ويتسع الجلد على جانبي الجسم ويمتد بين الأطراف الأمامية والخلفية لتشكيل ما يسمى باتاكيوم تحافظ باتاكيا على أعضاف العديد من الحيوانات ما في ذلك السنجب سنجيب الطائر والليمور الطائر في السحلية الطائرة يتم دعم الباتاكيا بواستة خمسة إلى ستة ذلوع ممدودة كما يمتد الذعف الطائر اقدام مكشوفة كبيرة جدا لأغراض الاستدامة تنتهي أرقامها في وسادة لاسقة لضمان تشبث بسطح الهبوط في الأسماك الطائر يتم تكبير الزعانة في الصدرية لتشكيل أصح مزلقة ويتم تمديد الفصل البطني للزعنة الذيلية لعمل شرطات على سطح الماء لدفع الحيوانات إلى راحل التايوان الشراعي تقوم الأسماك في هذه المسافة من 200 إلى 300 متر للهروب من الأسماك الكبيرة الأجنيس الأخرى للأسماك الطائرة هي بيغازيوس و بونتو دون رحلة حقيقية نشتة هي رحلة جوية مع كل من الاستدامة و الدفع هنا نتحدث عن التكيف الجوي يوجد بين أشكال الحية في الحصولات والطيور الخفافيش نظرنا لأن هنا مجموعة مختلفة عن التخوص فهمنا المعروف أن رحلاتها تطورت بشكل مستقل وبعد ذلك فإنها تظهر العديد من السمية المشتركة على رغم أن أعضاء طيران في جميع المجموعة عبارة عن أجنحة لأن هيكلها يختلف اختلاف كثير لذلك تكون أجنحة الحشرات من بشرة معزة بسماك تسمى الأوريدة عادة هناك زوجين من الأجنحة تم تطويرهم على جوانب الظهرية والجانبي للجزء الأوسط والجزء الصدري الفوقي ويتم تطوير الأجنحة المتوسطة والصدرية فقط يتم تعديل أجنحة الخفافيش على الأطراف الأمامية تم تطوير عظم العذد بشكل جيد ونصف القطر طويل ومنحني بينما عظم الزند أثري الإبهام مجاني ومخالب للزحف والتصارق يتم دعمها بأرقام متولة الثاني والثالث والرابع والخمس أجنحة التيوري أذن تعديل الأطراف الأمامية ولكن بأرقام منخفضة إنها تمثل الأجنحة الأكثر تخصصة بين الأجنحة الحديثة يحمل ريش طيران على الذراع واليد مكون الأجنحة ممتدة جيدا تم تطوير عظم القص عظم الصدر جيدا لربط عضلات الطيران في الطيور وكي تحدث منحرجات توجد عضلات الطيران قوية بشكل خاص يصبح الجسم خفيف خاصة عند الطيور بسبب وجود عظام هوائية تصغير الأعضاء الداخلية مثل المبيض وقناة البيض في الجانب الأيمن والمثاني البولي وجود أكياس هوائية في الجسم وجود ريش خفيفة وغاية الجسم خاصة في الطيور يتم تطوير الفص البصري والدماغ بشكل كبير ويرتبط مع العين الكبيرة أيضا لضمان إحساس جيد بالرؤية لتغلب على التغير المفاجئة في ضغط الهواء تحمل العين صفائح صلبة مميزة وأيضا هيك لتشبع المشط والأوعية الدموية والمستبغة تسمى البكتين إنها تنظم ضغط السئل داخل العين كما يتم تعويض تحويل الأطراف أمامها إلى أجنحة في الطيور من خلال وجود منقيل قرنية بلا أسنان وعنق طويلة مرنة نأتي في النهاية في الخاتم نظرية التكيف كان جانبا تيسلا مارك بين أول مطارح نظرية التكيف وقدم عملية يمكن خلالها أن تنجع مثل هذه التكيفات تمت الإشارة للنظريات على أنها وراثة شخصيات مكتسبة لكنها فشلت في تفسير أصل وراثة الشخصيات كظاهرة سكانية تقدم علم التخلق عن طريق براي في 2004 وتطور البالدويني نورتمان في 2003 عمليات مماثلة في نظرية التطور الحديث بعد ذلك توصلت شارج زالون داروين إلى تفسير أكثر واقعي للتكيف في تناسب مع الملاحظات قدمت نظرياته في الانتقاء الطبيعي آلي ويمكن من خلالها أن تهي من الشخصيات المناسبة لبيئات معينة تدريجين على سكان متعددي الأشكال تحضر نظرية داروينية بشعبية كبيرة لدرجة أن مصلح التكيف يستخدم أحيانا كمراد في الانتقاء الطبيعي كجزء من التعريف تكيف هو عملية التي من خلالها تأتي الحيوانات أو النباتات من خلال الانتقاء الطبيعي لتولاء بيئاتها بشكل أفضل ومع ذلك فإن معظم علماء الأحياء لا يسجعون هذا الاستخدام والذي ينتج عنه أيضا تفكير دائري ومع ذلك فإن نظري داروين لا تعطي أسباب لتعدد الأشكال الأساسية التي يعمل عليه الانتقاء الطبيعي ودليل على أن الانتقاء الطبيعي هو المواجهة للتغيرات على المصر والتطور الكلي مثل التصميمات الجيدة يقتصر على الاستقرام من التغيرات على المصر والتطور الجزئي ضمن مصر والأنواع غير من يتم تقديم الميلان الصناعي باعتبار أفضل مثال توضيح لتطور التعديل التكيفي في هذه الحالة يوجد نوعا من العث المرقط الأشكال الميلانية وغير الميلانية تشير دراسك الميدانية في إنجليترا على مدى فترة 50 عام إلى أن الأشكال الميلانية زادت بشكل متنسب في المناطق الملوثة بسبب ظاهرة الميلان الصناعي بواس هذا التحول نحو الأشكال الميلانية الداكنة للافتراس المتزايد لتور الفراشات ذات الأنوان المفاتحة لأن الأشكال المفاتحة يمكن رؤيتها بسهولة أكبر على جذوع الأشجار التي أصبحت داكنة بشكل متزايد بسبب التلوث وما ذلك أشارة واللاس إلى وجود سنة ألفين إلى وجود عيوب في الدراسة ما في ذلك حقيقة أن العث المرقط لا يتير عادة على جذوع الأشجار بل أن هناك ارتباطات عكسية مع التلوث في العديد من المواقف إذن هذه هي محاضرتنا ومداخلتنا بعنوان تكيف بيولوجيا في الأزمات البيئية المتراكمة أملنا أن تكون هذه المداخلة البيولوجية البيئية قد أفدتكم وجدتم فيها بعض أو الكثير من المعلومات إلى اللقاء في محاضرة بيئية مناخية قادمة إن شاء الله شكرا